نبدأ معكم بالأخبار السر عدد الذين تم شفاءهم في العالم تخطى المئة وخمسين ألف أو بالأحرى مئة واثنين وخمسين ألف بالفعل تم شفاءهم من أصل ما يزيد عن ستمائة ألف حالة ونبدأ أيضا بهذا الخبر السعيد من إيطاليا نعم من إيطاليا فبالرغم من أعداد الوفيات والإصابات الكبيرة هناك إلا أن خبر شفاء سيدة معمرة تبلغ من العمر مئة واثنين عام أسعد الإيطاليين وكل المتابعين وخرجت السيدة من المستشفى في جنوى بعد علاج داما عشرين يوما كم تبقى عدوى كورونا في الهواء وعلى الأصبح صلتت مجلة The Conversation الأسترالية الضوء على المدة المحتملة لبقاء الفيروس نشطا بعدوى في الهواء أو على الأسطح وتنقل المجلة تأكيد باحثين أن الفيروس التاجي يمكنه البقاء على قيد الحياة في الهواء لثلاث ساعات والإبقاء على عدوى في قطرات بالجو ولكنهم أشاروا إلى عدم معرفتهم ما إذا كان البشر ينتجون ما يكفي في سعال واحد لإصابة شخص آخر ويبقى الفيروس حتى 24 ساعة على الوراق المقوى وهو دليل على أن الأسطح الليفية والمسمية الأخرى والمنتصة كالنسيج تقل احتمالية احتوائها على كمية ناشطة وقالت المجلة أن هذا أن 72 ساعة هو مقدار الوقت الذي يستغرقه نشاط كورونا على الأسطح الصلبة اللامعة مثل المقابد والأبواب والهواتف والألعاب وغيرها وتشير المجلة إلى أن الفيروس يتحلل بمرور الوقت لكن يجب تجنب الأسطح في المساحات المشتركة ومن ثم الامتناع عن لمس الوجه بعد ذلك قبل غسل اليدين جيدا وخلال تغطية برنامجكم مع الحكيم كنت قد أجريت لقاءا مع دكتور علي أبو شويمة أخصائي أمراض بطنية طبيب وزارة الصحة الإيطالية في ميلانو وأكد على أن التعرض للشمس من الأمور الضرورية للوقاية من العدوى بالفيروسات عموما الجديد أنك تقول أنه إذا تعرض للشمس فترة معينة يمكن أن يقتل الفيروس حدثنا بالتفصيل عن هذه النقاط دكتور من فضلك يعني هناك من الأشياء التي تزيد المناعة من هذه الأشياء التي تزيد المناعة مثلا بيتامين سي بيتامين دي وهذه يعني ممكن أن تأخذ إما من الطعام خصوصا الحمضيات مثلا ومن يعني الخضروات والفواتف وممكن أيضا أن تأخذ من المسموعة نسمعك دكتور نسمعك جيدا وممكن أن تأخذ من أشعة الشمس يعني الحمام الشمسي هو لزيادة بيتامين دي وأيضا الحرارة نفسها تزيد من حرارة الإنسان فتجعله يعني أيضا يقاوم هذا تصوير مقطعي محوسب من مستشفى جماعة جورج واشنطن يظهر أثار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرفه بكوفيد 19 على رئتي رجل يبلغ من العمر 59 عاما يظهر مقطع فيديو داخل رئتي المريض بالفيروس التاجي الأمريكي مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه وكان المريض رجلا يتمتع بصحة جيدة نسبيا وتم إدخاله إلى المستشفى في جماعة جورج واشنطن ويظهر مقطع فيديو بزاوية 360 درجة الأضرار الشديدة التي ألحقها فيروس كورونا برئتي الرجل ووفقا لمعهد ماكس بلانك ألمانيا تدخل خط المواجهة الأولى لكورونا بمصل يسمى VPM 2002 يجري معهد ماكس بلانك اختبارا بالمستشفيات لمصل جديد لتحديد مدى فعاليته في مقاومة فيروس كورونا وكان هذا المصل في الأصل متقرا للضمرض السل ويسعى باحثون بقسم بيولوجيا العدوى بمعهد ماكس بلانك الألماني للأبحاث العلمية للتحقق من فعالية مصل ابتكره باحثون بالمعهد ويحمل اسم VPM 2002 في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا وسيتم إجراء الاختبار لفعالية المصل بعدة المستشفيات في ألمانيا على مجموعة من كبار السن فضلا عن العاملين بقطاع الخدمات الصحية بعد مناقشة الأمر مع السلطات المختصة وتم اختيار تلك الفئتين على وجه التحديد لكونهما الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لما ذكره موقع معهد ماكس بلانك ويسعى المعهد من خلال تجربة المصل المخصص للحماية من مرض السل إلى توفير حل مؤقت لحين التوصل لمصل خاص للوقاية من فيروس كورونا وتعطي فعالية المصل المتزيدة وتمتعه بمقدار مرتفع من أمان الاستخدام أملا في أن يكون قادرا كذلك على تخفيف أعراض الإصابة بعدوى كورونا